نسبة لشكوة الحجة فاطمة بالبحيرة كانت بتناشط تنفيذ حكم قضايا بإزالة منزلها لأي للسقوط تواصلنا مع وزارة التنمية المحلية وبشكر سيد الوزير جدا لأن تم الاهتمام بالشكوى وحيلة للشؤون القانونية وأرسلوا لنا رد تفصيلي بتقرير رد من الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيد لإقدارها الهندسية بتقول إيه؟ بتقول التقرير تم عرضه وتفاصيل القرارات اللي تمت بإزالة البيت وقال إنه تم التنصيق مع مركز الشرطة للتنفيذ وتم الإختار من الوحدة المحلية بخمس قرارات إخلاء منهم في مارس عشرين تلاتة وعشرين وتأجل لستة إبريل تلاتة وعشرين وتأجل مرة أخرى لعدم وجود الدراسة الأمنية تم تحرير محاضر بقرارات الإخلاء والعرض على النيابة العامة وتم إختار مصلحة الدمغة والموازين بيوم التنفيذ لتعم وتشغيل المحلات غلقها يوم التنفيذ ليه؟ في محل دهب فالوحدة المحلية بتكون قدام إشكالات كسر باب المحل وطبعاً فيه مصوغات ذهبية وحاجات كده فيقولك تضاعت وتسرقنا وفي خزن حددية المهم تم تحديد يوم 17 يوليو القادم للتنفيذ بحضور القوات المعنية وبعد صدور قرار من النيابة العامة بما يتم في المصوغات مع عدم حضور الملكين النيابة العامة هناخد قرار الملك مش موجود تيجي النيابة تحضر ويعمله جرد وإثبات مش عايز تيجي ما تجيش يا حبيبي أكدت الوحدة المحلية بمركز ومدين الشبراخيت بمحافظة البحيرة إنها ما توانتش أبداً وعملت دورها وما أثرتش ولكن كان بسبب محل الدهب اللي بتلكك وبيقفل دهبك حيروح أبو ملايين ده دهبك حيروح روح خد دهبك وامشي عشان البيت هيت زي